ونبدأ ببحث الافتتاح وهو بحث حمل عنوان ستراتيجيات التنمية الاجتماعية في حركة الإمام الجواد عليه السلام الإصلاحية قراءة معرفية للاستاذ الدكتور وليد عبد الحميد فرجل الأسدي فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شوقي الموسوي الأخ العزيز سيقرأ ما يمكن قراءته من سيرة تعريفية لجناب الأستاذ الدكتور فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم السيرة الذاتية لجناب الدكتور الأستاذ الدكتور وليد عبد الحميد الأسدي التخصص العام العلوم الإسلامية التخصص الدقيق العقائد ومقارنة الأديان شغلة العديد من المناصب أهمها منصب عميد كلية الفقه جامعة الكوفة 2013 إلى 2018 حاليا أستاذ العقائد ومقارنة الأديان في جامعة الكوفة درسه وحاضره منذ سنة ولا يزال في المراحل الدراسية الأولية والماجسير والدكتوراه في كلية الفقه وفي عدد من الكليات العراقية أنجز أكثر من ثلاثين بحثا علميا وأشرف على العديد من رسائل الماستر وطاريح الدكتوراه في الجامعات العراقية شارك في عشرات المؤتمرات العلمية شارك في عشرات الندوات أيضا الندوات العلمية والفكرية والنشاطات الثقافية داخل العراق وخارجه عضو لجنة خبراء تخصص مقارنة الأديان في وزارة التعليم العالي وعضو لجنة تحديث وتطوير المناهج تفضل دكتور سعاف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والصلاة والسلام على البشير النذير المنقذ من الضلال بإذن ربه المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد نائب الأمين العام السادة العلماء الأفاضل للأساتيذ الكرام الأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بداية علي أن أعترف أني بين العلماء كحامل التمر إلى هجر إن أنا إلا طويلب علم بحثت في موضوع أظنه موضوع له أهمية في عصرنا هذا في موضوع التنمية الاجتماعية سادة الكرام إن عدنا إلى التاريخ الإسلامي نجد أن عندما التحق الرسول صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى قد أحدث هذا الالتحاق حزة عنيفة اجتماعية في المجتمع الإسلامي إذ ظهرت بوادر الانقسام المجتمعي فكان الاختلاف والخلاف لأسباب سياسية دينية وأحية العصبية القبلية وظهر الصراع والنزاع على النفوذ والمكاسب والمصالح ولما استولى الأمويون على السلطة تجدر كل ذلك وترسخ وتشعب واتبعوا بالترغيب والترهيب سياسة فرق تسود في المجتمع الإسلامي من جهة وسياسة تغييب وتزييف الوعي من جهة أخرى وعلى نهجهم سار العباسيون أهم القواسم المشتركة بين الأمويين والعباسيين في ذلك استعمال السطوة السلطة ومكرها وبجميع الوسائل المتاحة لتحقيق أمرين الأمر الأول أو لتحقيق هدفين الهدف الأول إبعاد المجتمع عن أئمة أهل البيت عليه السلام الهدف الثاني جعل المجتمع الإسلامي يدين بالولاء للسلطة السياسية الحاكمة فكان من أخطر التحديات التي واجهت المجتمع الإسلامي عموما والمجتمع الشيعي خصوصا طيلة تلك العقود العجاف استهداف المجتمع بثقافته وهويته وفي نتاجه الفكري وفي بنائه الاجتماعي حتى سعت السلطات المتعاقبة بتطبيق سياسات البطش والتنكيل والتعذيب والتجويع في محاولة منها وبجميع الوسائل القمعية لتحويل المجتمع قصوصا المجتمع الشيعي إلى تجمعات بشرية متناثرة تعيش على هامش الحياة تحت وطعة الفقر والفاقة والحرمان والتهميش والتشويه والإزدراء ومنذ الأيام الأولى تصدى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بشجاعة وجرأة وإقدام لتلك المحاولات ومن المبادرين للتصدي السيدة العظيم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في قطبها كلماتها مواقفها والإمام أمير من عليه السلام تصدى وهكذا جميع الأئمة عليهم السلام لينهض الأئمة عليه السلام بمشروع نهضوي رياد لإعادة بناء المجتمع الإسلامي بناء رصينا صحيحا بناء هذا المجتمع بجميع أطيافه ولهندسة المجتمع الشيعي هندسة اجتماعية خاصة فكانت للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حركية شمولية في التنمية الاجتماعية واحدة موحدة في أصولها وفي أسوسها وفي مناهجها وفي متبنياتها وأهدافها وهذا المشروع حمله الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه سبب اختيار البحث سادة الكرام شعوري بالحاجة الفعلية لمعرفة حركية الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في تنمية المجتمع الإسلامي تنمية حقيقية وفق مشروع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وللإفادة منها في واقعنا المعاصر تتجلل مشكلة البحثية في بحث سادة الكرام في التساولات المتعلقة بتلك الحركية المباركة وفي منهج الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه القويم في تحويل التحديات والصعاب والأهوال التي عصفت بالمجتمع الإسلامي وخصوصا المجتمع الشيعي من تحديات خطيرة إلى فرص نهضوية حقيقية تصحيحية لانتشال المجتمع من كبوته أن أهم أهداف البحث سادة الكرام البرهنة على أن التنمية الاجتماعية في حركية الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه تنمية إنقاذية تنمية إنقاذية في الإصلاح الاجتماعي ولتحقيق الأمل المنشود ولترصين البحث في موضوعه ولتحقيق أهداف البحث فإن منهج البحث كان الجمع بين المنهج الوصفي التاريخي والمنهج التحليلي الاستقرائي وللإحاطة بموضوع البحث توزع على مقدمة تبيينية وعلى مطالب تحليلية أهم مضامينها البحث في خصوصيات حركية الإمام الجواد صلى الله عليه التنموية لماذا الإمام الجواد لأن له خصوصية خاصة خصوصية اجتماعية خاصة ظن النظام السياسي الحاكم أنها الفرصة المواتية إذ وجدت السلطة الحاكمة في صغر سن الإمام صلى الله وسلامه عليه فرصة سانحة لإيجاد قطيعة بين المجتمع وبين الإمام المعصوم وقد تناسوا عمدا جهلا لا أدري تناسوا قوله تعالى عن نبوة يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا وتناسوا قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام بعيد ولادته قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أعلنها بعيد ولادته في تلك الساعات ولما كانت الإمامة دينية بالدرجة الأساس ومن صفات الإمام الأعلمية المطلقة أوعزت السلطة الحاكمة بأمر من الحكام مجتمع رأي البيت العباسي على امتحان الإمام سنة ميتين وخمسة هجرية فأوعزوا إلى قاضي القضاات يحيى بن أكثم قاضي قضاة بغداد بغداد كانت حاضرة العلم والفكر والثقافة والأدب والفلسفة فأوعزوا إلى يحيى بن أكثم يحيى بن أكثم بقي أيام وليالي يبذل الجهود لإعداد العدة واتصل بغيره واستعان بغيره أيضا فجمع مسائل من أعقد المسائل العلمي وعقد اجتماع عام في البلاط العباسي ولما يكون اجتماع عام لامتحان الإمام في البلاط العباسي في بغداد هناك رمزية اجتماعية كبيرة من أجل الإطاحة بمركزية الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجرى الامتحان بحضور النخبة وبحضور الوجهاء ذهل يحيى وتحير من غزير علم الإمام وقف صاغر بل أخبة صاغرة وكان للإمام صلوات الله وسلامه عليه حينئذ من العمر تسع سنين وأشهر يعني كانوا ينظرين إليه على أنه صبي لإيجاد قطيع بينه وبين المجتمع والنتيجة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تربع على عرش السمو الاجتماعي في بغداد وبغداد حينئذ تقرر مصير الأمة بغداد مركزيتها الاجتماعية وثقل بغداد السياسي حينئذ كان يقرر مصير الأمة هذه المناظرة سبحان الله عززت مكانة الإمام في مجتمع بغداد وكان لشخصية الإمام صلواته الله وسلامه عليه أثر كبير في المجتمع الإسلامي عموما وفي المجتمع الشيعي خصوصا خصوصا بعد هذه المناظرة حينما أصبح الإمام صلواته الله وسلامه عليه علم الأمة منار الأمة لمؤهلاته وصفاته ومركزيته مؤهلات الإمام الفريدة تجلت في تقلده الإمام الكبرى حينما بلغ من العمر سبع سنوات حتى فاق في تلك السن أعلام الأمة طبعا هذا انعكس في المجتمع فاعترف الجميع بفضله حكام ومحكمون اعترف الحكام والمحكمون بفضل الإمام اعترف الأعداء واعترف الموالون بفضله أما صفات الإمام العامة التي ظهرت للناس حينئذ في مجتمع بغداد فكان الصفات الكمال الإنسان المنشود فأصبح الإمام صلوات الله وسلامه عليه في ضمير الأمة وفي ذهنية المجتمع الفرد الأكمل بلا منازع ولذا جاء به إلى بغداد للإقامة الجبرية أطلق سراحه ليعاد إلى المدينة والإمام صلوات الله والسلام عليه كانت له مركزية لأنه كان موئل لشيعته وللأمة بل للمجتمع بمختلف أطيافه على أي حال بعد تلك الحادثة التي جرت في سنة مئتين وخمسة هجرية بعدها مباشرة وقبل أن يرحل الإمام من بغداد إلى المدينة زوجه المأمون ابنته ووراء الأكمة ما وراءها لماذا زوجه ابنته في محاولة منه للسيطرة على حركية الإمام الاجتماعي وأعاده إلى المدينة لأن المدينة كانت من حواضر التشيء حينئذ على أي حال شهد عصر الإمام يعني أنا أضطر أن أبتر القول يعني متغيرات اجتماعية كثيرة لأسباب مختلفة حمل الإمام الجواء صلى الله وسلامه عليه هذا المشروع النهضوي الذي حتدتكم عنه رغم معاناته من السلطة الجائرة ومن المنحرفين ومن السياسات التي بلغت إلى حد الاغتيال على يد المعتصم العباسي أن الإمام نهض بمشروع في التنمية الاجتماعي عمل الإمام صلى الله وسلم عليه على إعادة هيكلة البناء الاجتماعي الذي تشر ذم لأن المجتمع انقسم إلى قبائل ظهرة العصبية القبلية لأسباب سياسية وظهر أصحاب المصالح فعمل الإمام على إعادة هيكلة المجتمع وعمل الإمام صلى الله وسلم عليه على تفعيل التنمية الاجتماعية بعمل دؤوب من الوسائل التي استعملها الإمام صلى الله وسلم عليه في ذلك الخطب والمناظرات والتوجيهات والإرشادات والمحاورات والسيرة الفعلية الكريمة إضافة إلى المراسلات إلى حواضر العالم الإسلامي أحصل مؤرخون أكثر من 63 رسالة أرسلها الإمام صلى الله وسلم عليه إلى بغداد والكوفة والأهواز وقوم والبصرة وهمدان والري وسيستان وبست التنمية الاجتماعية في حركية الإمام الجواد كانت تنمية شمولية تكاملية مترابطة لتحقيق إشباع حاجات الفرد البيولوجية إشباع حاجات الفرد النفسية إشباع حاجات الفرد الاجتماعية طبعا الوقت لا يتسع لذكر التفاصيل المحافظة على النظم الرئيسة في المجتمع التي حاولت السلطة الإطاحة بها فتكاملت الهندسة الاجتماعية التي أرادها الإمام بيعادة بناء المجتمع نظريا وسعى الإمام من خلال وكلائه إلى تفعيلها عمليا كان للإمام صلى الله وسلم عليه عشرات الوكلاء وكان يراسلهم ويوجههم فعملوا على تبصير شيعة أهل بيت عليه السلام بالتحديات الاجتماعية وبتفعيل مركزيتهم لإشراكهم في التنمية الاجتماعية من هؤلاء الذين ساعدوا الإمام صلى الله وسلم عليه لتحقيق التنمية الاجتماعية صفوان ابن يحيى البجلي الكوفي المتوفى سنة 210 هجرية وأحمد ابن أبي نصر البزنطي المتوفى سنة 221 هجرية والسيد عبد العظيم الحسني المتوفى سنة 252 هجرية هذا في الري وذاك في المدينة وهذا بين الكوفة والمدينة وإلى بلاد الشام أيضا من نتائج التنمية من نتائج التنمية الاجتماعية وفق حركية الإمام الجواد ما ناله شيعته في عصره وفي العصور اللاحقة حتى نحن اليوم من تماسك داخلي في المجتمع وفق مبدأ الأخوة الإيمانية داخل صف المجتمع الشيعي ومن تآخي مع المسلم الآخر المختلف مذهبيا وفق مبدأ الأخوة الإسلامية مع تفعيل قاعدة التقية للتعايش الأخوي مع المسلم الآخر إن تطلب الأمر وكانت الظروف قاهرة والتعايش الإنساني مع الآخر المختلف دينيا الذي كان في بغداد وفي شرق الدولة وفي شمال الدولة الإسلامية على قاعدة وحدة النوع الاجتماعي وكل هذه القواعد لها وجود في تراث الإمام الجواد صلوات الله والسلام عليه هذا انعكس على المجتمع الشيعي انعكاس إيجابي أصبح المجتمع الشيعي نتيجة لحركية الإمام الجواد في التنمية الاجتماعية مساهما في التنمية الاجتماعية مساهم في التنمية الاقتصادية مساهم في النهضة العلمية المجتمع الشيعي أصبح مجتمعا حضاريا بفعل هذه الحركية التي قام بها الإمام الجواد صلى الله والسلام عليه وتطورت الحركة العلمية المجتمع الشيعي تميز بفتح باب الاجتهاد وفق القواعد التي قعدها المعصوم والإمام الجواد صلى الله عليه درب المؤهلين للقيام بتلك المهمة إذن حركية الإمام الجواد باختصار شديد حركية إنقاذية إصلاحية لها قواعد وضوابط ومنهج وهذه الحركية صالحة للتطبيق اليوم أدعو إلى تركيز البحث فيها إلى استنطاق النصوص إلى قراءة النص موما وراء النص إلى فهم القواعد التي قعدها الإمام الجواد صلواته الله وسلامه عليه في ذلك للإفادة منها لتحقيق بناء اجتماعي وتنمية اجتماعية مستدامة في عصرنا هذا الذي يتعرض فيه المجتمع الإسلامي لأقسى هجمات للإطاح به في تاريخه أعتذر منكم أيها السادة عن الإطالة واعتذر عن تجاوز الوقت ولكن العذر من كرام الناس عند كرام الناس مقبول شكرا لكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والي الطيبين الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لجناب الشيخ الدكتور وليد الأسدي على هذا العرب لبحثه نفتح باب المفاتشة والحوار مع جناب الشيخ في حدود الوقت المعطى إن شاء الله نبدأ من من المقدمة الجالسين ثم نبدأ بالتسلسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله وبياكم دكتور حسام الكوفي كلية التربية المفتوحة في النجف الأشرف تحية للسيد رئيس الجلسة والسماحة الشيخ والسيد مقر وجميع الحضور بصراحة هي مداخلة وممكن أن يستوحى منها بعض الأسئلة ابتداءا نحن أمام شاشات إعلام وكل بحث وكل مؤتمر خاص بالإمام سلام الله عليه توجه إليه الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفاة فضلا عن ذلك كله الجالسون اختلاف اختصاصاتهم حينما يلقى الناس أو يلقى البحث أو ملخص البحث الغاية منه هو التلاقح الفكري ووصول معلومة جديدة سواء كانت عن طريق سماحة الشيخ أو غيره البحث أول أول البحوث التي تلقى وبصراحة أنا أعرف الشيخ عن بعد بحكم المنطقة وأنا متأكد أن لديه الكثير بصراحة حول هذا الموضوع لكننا للأسف لم نسمع التطبيقات الخاصة بهذا البحث نحن حينما نشترك في بعض المؤتمرات حتى وإن كان الوقت أقل من ذلك نحاول التركيز على القضايا الإجرائية لإفادة الآخرين منها فضلا عن ذلك نحن أمام الإعلام فبالتالي نحن سمعنا كلاما قد يفهم منه الخلط بين المنبر والإلقاء البحوث من حيث الاستطراد والاختصار ما احترام لي سماحة الشيخ لكن بالنتيجة لم نفهم إلا العنوان بصراحة كنا نطمح إلى أكثر من ذلك وأنا على يقين أن الشيخ كتب ما فيه الفخر لكن لم نسمحه بصراحة شكرا جزيلا لك الشيخ الفاضل جزيتم خيرة على صعيد مستوى الضرح وعلى صعيد عسرنة الخطاب أشكركم على ذلك لكن الذي يناصب الأنوان هو تبين معالم هذا المشروع التنموي للإمام الجواد لا بيان الآليات أنه استعمل الكتابة استعمل الرسائل استعمل الوكلاء هذه آليات لتنفيذ مشروعه أما معالم وملامح هذا المشروع ولو بشكل عام هذا أنا لم أفهم ربما جنابكم تعرضتم إليه يوجد توجد ملحوظة صغيرة جدا التنمية البيولوجية أنا سمعت هذا المصطلح هذا يثير تساؤلي وشكرا العفو فقط هذه النقطة ليست تنمية البيولوجية إنما إشباع الحاجات البيولوجية سلام عليكم مصطفى مصر العاملي عندي ثلاث نقاط الأولى شكرا جزيلا على الإثارات التي مرت بالحديث التي تسلط الضوء على جوانب متعددة من تلك المرحلة التي عاشتها الأمة النقطة الثانية ذكرتم في ملخص البحث العبارة التالية من الحقائق التاريخية أن المجتمع الإسلامي واجه تحديات خطيرة تمثلت باستهدافه في هويته وانتمائه وفي ثقافته ونتاجه الفكري طلاقا من هذه العبارة أود أن أطرح سؤالا حول صيغة عنوان البحث عندما استعملتم مصطلح استراتيجية فبدل أن نستعمل هذه المفردة باللغة الأجنبية ألم يكن من الأجدر أن نستعمل المعنى المقصود منها في اللغات العربية هذه نقطة وفي نفس العنوان يوجد في الكلام الأخيرة ذكرتم قراءة معرفية فماذا تقصدون بالقراءة المعرفية هل المقصود منها قراءة تعريفية بالإمام أو بما أراد الإمام أم قراءة ناتجة عما نعرفه عن الإمام هذا ما أحببت التحدث عنه وشكر أحسنتم جناب سادة الكرام أولا أشكركم على كل ما تفضلتم به هذه دورة أشكركم على إهدائكم هذه دورة لي حقيقة الوقت يعني لم يتسع الوقت للإجابة أبدأ بالأخ الدكتور حسام دكتور حسام نعم أخي أنت أشكلته على أن التطبيقات لم تظهر حقيقة أنا كنت عازما على الحديث عن بعض هذه التطبيقات ولكن دكتور قال لي خمس دقائق فأضطررت إلى الإعراض عنها وهي موجودة في البحث إن شاء الله وسأرسل إليك البحث سماحة الشيخ الجليل يعني ما تفضلت به ما أعرف كان سؤال محدد حول آليات والله ذكرتها بس نقاط موجودة في النتائج أضعها يعني أمام لأنه أردت أن أتحدث عن النتائج والدكتور قال لي كفى أما بالنسبة نعم شيخي هذا الاستخدام استخدام الاستراتيجية التي تدل على الخطة العلمية الدقيقة التي تنتج وتثمر عملا مستقبليا لفترات زمنية وهذا بالضبط ما فعله الأيمن صلوات الله عليهم كانوا يرسمون خطط يطبقها الشيعة أو النخبة من الشيعة بأوامر منهم لحسب الظروف والمستجدات والإمام الجواز صلوات الله وسلام عليك كانت له حقيقة يعني في حركيته هي خطة دقيقة جدا للعمل بها طبقها وكلائه وبعضهم أشرت إليهم يعني تدعونا إلى التعريب وأنا مع التعريب أحسنتم معرفة الدكتور المعرفية نعم يعني حاولت قدر الإمكان أن أقف وقفة تحليلية للتراث الذي ورد عن الإمام صلواته الله وسلامه عليه وحركية الإمام مع المجتمع لأفهم منها ماذا أراد الإمام لمعرفة ماذا أراد الإمام وماذا أثمرت هذه الحركية وماذا ترتب عليها وهل من أثر لها في حياتنا اليوم أو نستطيع أن نستلهم منها في حياتنا اليوم هذه لا شك وأنت أستاذ المعرفة يا شيخنا الكريم هذه كلها تدخل ضمن القراءة المعرفية عفواً جناب الشيخ الوقت لا يسمح لنا بأن نتداول جميع ما بين أيدينا ولذلك نرجو أن تكثف الأسئلة بسؤال واحد أولاً وأن يعذرنا الآخر إذا لم نستطع أن نفاتش الباحث في كل شيء ممكن بعد نزول جناب الشيخ أو نزول الباحث أي أن كان تكون هناك مفاتشة بين المتلقي وبين صاحب البحث للتفاوض بسعة الوقت استثماراً للوقت لا أكثر يعني نحن الآن عفواً جناب الشيخ عفواً نعتذر منكم أنه سنبدأ بالبحث الثاني استثماراً للوقت شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم أعتذر